ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين من النيجر نحو الجزائر هذا ما كشفت عنه منظمة الهجرة الدولية في آخر تقرير لها هذا الارتفاع في أعداد المهاجرين جاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إلغاء المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانونا يتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين النجيريون القادمون إلى الجزائر يأتون بحثا عن فرص اقتصادية أفضل فيما يفضل آخرون التوجه نحو أوروبا اخترت الجزائر بحكم أن لدي الكثير من الأصدقاء الذين مروا من هنا وكان معبرا لهم نحو أوروبا ولهذا جئت أنا أيضا إلى هنا فقانون تجريم تهريب البشر تم إقراره عام 2015 بين النيجر والاتحاد الأوروبي الذي قرر تمويله وقتها بقيمة مالية تصل إلى خمسة مليارات دولار لكن الأزمة الدبلوماسية إثر الإنقلاب العسكري داخل النيجر جعلت من إلغائه ورقة ضغط لتتعالى موجات هجرة جديدة من رعاية دول جنوب الصحراء نحو شمال إفريقيا ومنه عبر المتوسط نحو دول الضفة الأخرى السلطات في النيجر ألغت قانون الهجرة الغير الشرعية لكن في ذات الصياق لم تلغى بعد الاتفاق ما بين البلدين حول مسألة ترحيل المهاجرين من دولة النجر إلى بلدهم الأصلي وبالتالي فاعتقادي بأن هذا أحد الأوراق التي لازلها متاحة بالنسبة للجزائر من ناحية الثانية هناك تعويل أولا على اليقظة وعلى كذلك مراقبة الحدود منظمة الهجرة الدولية كشفت عن تزايد في تدفق المهاجرين عبر الدول الحدودية مع النيجر والتي من بينها الجزائر بنسبة فاقت 50% مقارنة بالسنة الماضية وكثيرا ما كانت النيجر ممرا أيضا لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء خاصة الدول المجاورة لها التي تشهد عدم استقرار سياسي أو أمني وهو ما تم رصده في عديد نقاط مراقبة تدفق المهاجرين حسب ذات المنظمة سنة 2015 كانت النيجر شريكا استراتيجيا في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة لكن عقب الإنقلاب العسكري تم تعليق التعاون من الجانبين تعليق تدفع فاتورته دول جوار النيجر من بينها الجزائر نهز زروات سكاي نيوز عربية الجزائر